موسيقى حقل النادى ماذا يحب الله تسأل دائما ويجيبك العلماء حتى تسعدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه الأخوة والأخوات السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي نواصل فيه موضوع الحلقة السابقة عن العدل العدل قيمة عليا تتجاوز وجود الإنسان بل إنها قبل خلق السماوات والأرض وعندما تقرر لهذا الإنسان أن يشهد هذا الخلق العظيم كانت الميزان قد وضعت بإتقان والسماء رفعها ووضع الميزان إن كونا بأكمله ركب على هذا القسط المستقيم تبدو الأرض في داخله ذرة متناهية الصغر لا تستقم فيه حياة ولا تتحقق فيه النجاح إلا بالعدل ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان سيكون على هذا الإنسان أن يعلم جيدا بأن العدل الذي دخل في كل ذرات هذا الكون دخل أيضا في كل مفردة من مفردات الحياة وفي كل حركة من حركاتها فإذا تخلى عنه الإنسان وامتطى أتانا الهوى هوى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالحق هذه المعاني وغيرها وردت في الحلقة السابقة وقد تفضل فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي بالكثير من الحقائق المتعلقة بالعدل وضرورة أن يكون حاضرا في هذه الحياة وضرورة أن يشمل كل هذه المفردات وكنا قد نبهنا في الحلقة الماضية أن العدل الذي يجعل الناس له دائرة معينة هو أوسع مما يتصورون واليوم بحول الله تعالى سنتناول هذه الجزئيات التي ربما تقد تكون مغفولة في الخطاب الديني أحيانا وفي تطبيق الناس أحيانا أخرى نرحب بضيفنا العزيز فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد مفتل عامل السلطان أهلا ومرحبا بكم فضيلة بسم الله وأهلا وسهلا بكم ووحيي الإخوة والأخوات الذين يتابعوننا وأسأل الله تبارك وتعالى في مستهل هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه سميع مجيب أمين يا رب العالمين عزانا يمكنكم أن تتواصلوا معنا عن طريق أرقامنا الظاهرة على الشاشة وكذلك عن طريق مواقعنا على الشبكات لنبدأ فضيلة الشيخ بهذا السؤال الذي نريد أن نفتتح به الحلقة من الأخ عامر الحارثي يقول النصوص القرآنية هل تدل على أن العدل سبب للأمن والعكس كذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أبواب حكمتك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فالجواب نعم تدل نصوص الكتاب العزيز وتدل سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن العدل وإقامة العدل في الحياة هي في صدارة الأسباب التي تفضي إلى استثباب الأمن وتحقيق الأمان في هذه الحياة فالله تبارك وتعالى يقول والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ثم قال بعد ذلك والأرض وضعها للأنام ولما أرسل ربنا تبارك وتعالى الرسول عليهم الصلاة والسلام وأنزل معهم الكتب قال ليقوم الناس بالقسط ولخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعوته في جزء من آية كريمة أوحاها ربه تبارك وتعالى إليه حينما قال قل أمر ربي بالقسط وحينما قال وأمرت لأعدل بينكم وهذا امتداد لميراث إبراهيم الخليل عليه السلام وهذا معنى يجب علينا أن نلتفت إليه حينما نتحدث عن الصلة بين العدل وتحقق الأمن والعمران والصلاح في الحياة فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذرية قال لا ينال عهد الظالمين ونحن نعلم أن الظلم هو المقابل للعدل فالظلم يعني الجور وإضاعة الحقوق ويعني العدوان على حقوق الآخرين كما يعني التنقص من الحقوق الواجبة على المرء ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى لا ينال عهد الظالمين فدل على أن العدل هو أساس قوام الحياة هناك رواية يذكرها بعض شراح الحديث كما يذكرها بعض المفسرين وإن كنت لم أجد لها مصدرا في كتب الحديث إلا أنها تدور كثيرا في كتابات الفقهاء وعلى ألسنتهم ومعناها موافق لما في كتاب الله عز وجل يقول هذا الأثر بالعدل أو وبالعدل قامت السماوات والأرض وهذا موافق لمعنى آيات سورة الرحمن كما أنه موافق لما في كتاب الله عز وجل لكننا نجد أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يؤكد على هذا المعنى بكل جلاء ووضوح فحينما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في باب من أبواب العدالة وهو العدالة في الحكم والقضاء يقول إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف افتركوا وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها فهو يرسي هذا المبدأ ليبين أن من أقوى أسباب استتباب الأمن في الحياة إقامة العدل نعم ونهى القرآن الكريم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أن يكون مع الذين يختانون أنفسهم مع الخائنين الذين يرمون الأبرياء بالإثم وهم منه وهم الواقعون فيه وخلد ذلك القرآن الكريم في جملة آيات مع أن المتهمة كان من قوم يحملون العداء لأهل الإسلام في ذلك الوقت من اليهود إلا أن القرآن برأ ساحة ذلك اليهودي حينما رماه بعض ضعاف النفوس بجريمة السرقة ولذلك نجد أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَا أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُوا لِلتَّقْوَى إذن فلا مجال للقول بأن تحقيق الأمن واستثباب السلم والسلام في مجتمعات الناس يمكن أن يتحقق بعيدا عن مراشد العدالة والقسط في الحياة جميل جدا لندخل الآن في جزئجات هذا الموضوع ولنبدأ بموضوع الأسرة وضرورة أن يكون العدل حاضرا فيها طبعا الذي نعرفه هو الذي يتداوله الناس والذي يستمع كثيرا في الخطابات هو العدل بين الزوجات العدل بين الزوجين العدل مع الأبناء في القسمة وغيرها هل كل هذا ما تطالب به الأسرة أم هناك أمور لا يزال الناس محتاجين فيها لتذكير بل إن مضلة العدل أوسع وأشمل كما أنها أدق من هذه الصور التي يحصر فيها كثير من الفقهاء حديثهم حينما يتناولون موضوع العدالة في الأسرة نعم فالعدالة تبدأ قبل تأسيس العلاقة الأسرية من خلال رباط الزواج تبدأ بإرساء الأسس التي يمكن من أجلها أن يختار الرجل المرأة وأن تختار المرأة أو توافق المرأة على الرجل نعم ونجد أن هذه الشروط فيها من التكافؤ والعدالة ما لا مزيد عليه فعند الاختيار أرشد الرجل إلى أن يختار ذات الدين و أرشدت المرأة إلى أن تقبل الكفأ في دينه و خلقه نعم المرضية في دينه و خلقه فهنا نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا خطب إليكم الكفء فلا تردوه فنعوذ بالله من بواري البنات و يقول إذا جاءكم من ترضون دينه و خلقه فزوجوا إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض و فساد كبير و هناك نجد الإرشاد للراغبين في الزواج باختيار ذات الخلق و الدين بقوله صلى الله عليه وسلم فاضفر بذات الدين تربت يدك إذن يراد هنا أن يسعى هذا الخاطب إلى أن يجد في المرأة ما يمكن أن يوفره لها من الخلق الحسن و الاستقامة في الدين و حسن المسلك و يميل العشرة لها فيختار هذه التي يمكن أن يؤدي لها هذه الحقوق و ترشد هي إلى أن توافق على الزواج من هذا الذي يمكن أن تؤدي إليه مثل هذه الحقوق و لذلك ننتقل إلى مرحلة تأسيس الأسرة باقتران الزوجين يقول ربنا تبارك و تعالى و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف و هذا ميزان دقيق في إرساء مبدأ العدالة في تأسيس الأسرة و لهن مثل الذي عليهن هناك حقوق لهن و هناك واجبات عليهن فهناك حقوق لهن يؤديها الرجال إليهن و هناك واجبات عليهن يجب أن يؤدينها إلى الأزواج إلى الرجال و هذا هو الحد الأدنى كما تقدم في الحلقة الماضية هذا هو الحد الأدنى الذي يؤمر به الناس و في هذه الصورة الذي يؤمر به الزوجان و لو أن الزوجين وقفا عند هذا الحد الأدنى لاختفت كثير من المشكلات التي يقع فيها الزوجان لأنهما يضيعان هذا الميزان الدقيق فتجد أن الرجل يطالب امرأته بما لا يوفره لها من حقوق يطالبها بحسن رعاية مسؤوليتها و بتوفيته لحقوقه و بالقيام بشؤون التربية و بشؤون المنزل بينما يضيع هو ما عليه من حقوق لها أو تجد العكس فتجد المرأة تطالب زوجها أن يوفر لها الاحترام و التقدير ثم الحقوق الواجبة عليه من نفقة و سكنة و لباس و حسن عشرة و غير ذلك من المطالبات و توسعة في العيش و أن يرعى أيضا مسؤولية الأسرة و الأبناء إن كان هناك أولاد لكنها مضيعة مفرطة في حقوق زوجها و في حقوق بيتها مع أن أصل العلاقة في أقل صور هذه العلاقة يبدأ من هذا الميزان الدقيق و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف و مع ذلك فإن الأكمل لهما أن يؤثر كل واحد منهما الطرف الآخر فإن الحياة عرضة لكثير من الصعاب و المشكلات فإذا كان كل واحد منهما متمسكا بالذي له من حقوق مع سعيه إلى توفية ما عليه من واجبات فإن الحياة ستكون مبنية على المعاوضة و كأنها صفقات بيع أو شراء مع أن الأصل في العلاقة الزوجية أنهما أصبح أصبح كل واحد منهما لباسا للآخر و هذا معنى آخر في العدالة في قول الله تبارك و تعالى هن لباس لكم و أنتم لباس لهم و الأصل في كل واحد منهما أن يتمثل هذا المعنى فاللباس أي ما يلابس البدن و ما يلابسه ما من أحد إلا و هو يرغب في أن يكون لباسه الذي يظهر به عند الناس طاهرا نظيفا جميلا حسنا خاليا من العيوب فليتصور كل واحد منهما هذا المعنى حينئذ سيحرص الرجل على أن يكون لباسه هذا بالمعنى المجازي أن تكون امرأته أن يؤثرها بما يستطيع بحيث يحافظ على طهارتها و عفتها و كرامتها و حقوقها و حسن عشرته لها و العكس أيضا صحيح بحيث توقن المرأة أن هذا الزوج إنما هو لباس لها عنوان و شعار و دثار به تعرف و تتميز بين غيرها من النساء فتحافظ عليه بأن تؤدي إليه الحقوق فتؤثره على نفسها و تغمض عن بعض حقوق نفسها كما يغمض الرجل و يغضي عن بعض حقوقه لنفسه هذا ما تقدم من معنى القسط فالإيثار و الإحسان هما الدرجات الأعلى التي ينبغي أن تسود بيت الزوجية يأخذ هذا من الآيات المتقدمة هن لباس لكم و أنتم لباس لهم من قوله أيضا تبارك و تعالى و يؤثرون على أنفسهم و لو كان بهم خصاصة و من قوله و الله يحب المحسنين و من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم في صلة الرحم إذا كان الذي يصل رحمه القريب فنبينا عليه الصلاة و السلام يقول ليس الواصل بالمكافئ إنما الواصل من يحسن إذا أساء إليه إذا أساء إليه فكيف مع الرجل مع امرأته و كيف بالمرأة مع زوجها إذا هذا ما يتعلق ببعض الوجوه التي لا يصح أن تغيب عن الحياة الزوجية لأنها العماد الذي يسمح بعد ذلك بأن تنشأ الذرية وهي متقنة لمبدأ العدالة لأن هذه الذرية ترى العدل سائداً بين الأبوين فضلاً عما يذكره الفقهاء من بعد فيما يتعلق بحالة كون الرجل متزوجاً بأكثر من امرأة بحيث يحرص على أن يبسط العدالة بين نسائه أو ما يذكره أيضاً الفقهاء مما تعرضنا له كثيراً من العدل في العطية بين الأولاد وهذا يشمل وجوهاً كثيراً كل هذه الأحكام الشرعية العملية يراد لها أن تكون الجوهر الذي يقيم الحياة الزوجية وهذا خطاب ظاهر كثيراً أيضاً في قضية ما يتعلق بالعدل بين الزوجات أخذ الناس في قصة جيداً من المعرفة إنما نريد أن نعود مرة أخرى إلى قضية الاختيار نفسه نحن نعلم فضل الشيخ أن العدل قانون أو مبدأ إلزامي لا يجوز للإنسان أن يتخلى عنه تحت أي ظرف من الظروف بينما الاختيار اختيار الزوجة أو اختيار الزوج جانب يعود إلى حرية الإنسان في أن يقبل هذه أو يرفضها فهل هو من نوع العدل في الاختيار أم من نوع يعني الظلم الذي يقع على الإنسان يظلم به الإنسان نفسه إن لم يكن عادلاً هنا سيظلم نفسه لا ريد سيظلم نفسه إن لم يكن عادلاً هو حر في أن يختار لكن هدايات هذا الدين وجهت هذا الاختيار أرشدت إلى ما به عماد حياة زوجية فيها السكون والطمأنينة وفيها المودة والرحمة كما قال ربنا تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون فهذا السكون ينشأ بين الزوجين فهو حق للزوجين وكذا المودة والرحمة فعلى هذا تبنى البيوت ولذلك حينما يؤثر الراغب في الزواج يؤثر غير الدين والخلق فإنه قد يندم على ذلك مستقبلاً وكذا الحال بالنسبة للمرأة ولوليها إن كانا سيؤثران غير معايير الدين على معايير الدين فقد يندمان على ذلك مستقبلاً ما لم يتدارك الله عز وجل هذه الأسرة بلطفه ومنه وفضله فإن أمثال هذه الأسر التي تبنى على غير أسس صحيحة عرضة لكثير من المخاطر عرضة لكثير من المشكلات التي تنشب بين الزوجين لأن حادي الإيمان والخلق والدين الداعي إلى بسط العدالة مفقود نعم طيب فضل الشيخ نعود مرة أخرى إلى قضية الإنسقام الذي يجب أن يكون بين الزوجين هنا لباس لكم وأنتم لباس لهم غالب ما يتلقاه الناس اليوم أو هنا نقول مجموعات كبيرة من الناس هو الثقافة التي يحصلون عليها من المجتمع والمجتمع في عادته ليس مكترثا ببناء علاقة سليمة بين الزوجين إلا بمقدار ما يتوارثه الناس من الأخبار الآن لكي يصل الزوج أو الزوج إلى هذه العدالة بماذا تنصحون؟ هذا المبدأ ليس بمبدأ نظري غير مقدور عليه بل في حقيقة الأمر أساس يسير سهل مقدور عليه فالنصيحة الأولى تتجه إلى الزوجين بمراعاة هذا المبدأ عند الاختيار ثم في سير سفينة الحياة الزوجية لا بد أن يكون هناك إن لم يكن هناك إيثار وإحسان فلا أقل من العدالة فإذا كان الرجل يطالب امرأته بمزيد رعاية فإن عليه أن يفتش عن عيوبه هو قبل أن يطالبها ما الذي قصر فيه من حقوقها كيف هو في معاملته لها كيف هو في عشرته لها وكذا الحال بالنسبة للمرأة قبل أن تطالبه بمزيد من التوسعة والمطالب المشروعة فإن عليها أيضا أن تبحث عن وجوه تقصيرها هي كيف هي معاملتها لزوجها هل تؤدي إليه الحقوق هل تحسن في رعاية شأن الأسرة هل تحسن في الواجبات الملقاة عليها فإن كان أبوين أي أصبح لهما من الذرية ومن الولد فحينئذ أيضا حتى فيما يطالبان به وهما الأبوان فيما يطالبان به الذرية إنما هو نتاج لما اتخذاه من طرق التربية والتأديم لهذه الذرية فالله تبارك وتعالى حينما قال وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اختار كلمة الوالدين وهذا وصف يؤخذ منه علة هذا الحكم الشرعي وعلته هو الوالدية والوالدية تعني الرعاية وحسن التأديب والقيام بالحقوق لهذه الذرية فكان في مقابل ذلك إلا أنه لعظم حقوق الوالدين نص عليهما ربنا تبارك وتعالى قال وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَالْ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّنْ وَلَا تَنْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صغيرة هذه الحقوق التي كتبها الله عز وجل للوالدين سبقتها واجبات على الوالدين لهذه للأولاد فالله تبارك وتعالى يقول وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهِ فيأمر الوالدين بتقوى الله تبارك وتعالى إن كانا يريدان لأولادهم الصلاحة وما يحقق لهما المستقبل الآمن كما يقال فإن ذلك لا يتحقق بعيدا عن تقوى الله تبارك وتعالى وإحسان التربية والتعليم وأداء الحقوق إلى الأولاد إذن هذه الجوانب الفقهية تغرس في نفس الناشئة التعود على مبدأ العدالة فيتمكن بعد ذلك هؤلاء من الاطلاع بأداء هذه المسئولية أو بالقيام بواجب العدالة في سائر شؤون حياتهم ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع وهو مسؤول عن أهل بيته وقال والمرأة راعية وهي مسؤولة عن مال زوجها ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته بزاكة من الخير فضل الشيخ ما تفضلتم به بالفعل لو التزم به الزوجين سيكونان سعيدين بإذن الله تعالى إنما المشكلة لأن الحصائل المعرفية المتوفرة لدى الزوجين إنما هي من المجتمع كما قلنا فهو يرى أن المرأة لابد أن تركع أمام رجليه أو قدميه وأنها ترى فيه أيضا أنه لابد أن يكون لطيفا أمام ضعفها يطالبها هي أيضا أن تقوم ببعض الإجراءات أو ما يسمى بالإتكيت حتى ترفع من رصيده القيادي في الأسرة أو في المجتمع إلى غير ذلك فالحصائل المعرفية فضل الشيخ ربما هي المشكلة يعني الناس لا تثقف نفسها لا تدفع إلى نفسها إلى القراءة أو الإطلاع في هذا الجوانب ولعل هذا الذي دعانا إلى اختيار مثل هذا الموضوع هو أن ننبه على هذه الفروع الفقهية التي توجد في الأدلة الشرعية يتعرض لها أحيانا الفقهاء بالذكر لكن أخذ الناس لهذه الفوائد العلمية بكل إنصاف شحيح ضئيل ولذلك وجب أن ينبه إلى هذه الجوانب وهذا معنى أن يتفقها المرء في دينه على أنه حينما نتحدث عن العلاقة بين الزوجين فيجب أن يتقرر أيضا أن لكل واحد منهما حقوقا على الآخر هذه الحقوق إما أن يكون مصدرها من عند الله تبارك وتعالى أي أن تكون إما في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذه حينئذ لا مجال للخوض فيها طالما أنها ثبتت بأدلة شرعية صحيحة أو أن تكون هذه الحقوق مستقاه من أعراف الناس وعاداتهم والأعراف إنما تقبل طالما أنها لا تتعارب مع شرع الله عز وجل وليس فيها شيء من الظلم على طرف دون آخر أما إذا كانت مناقضة لشرع الله عز وجل فإنه لا عبرة بها وأتي الناس كثيرا من جراء فيما يتعلق بشأن الأسرة من جراء المنادة في المنزلة الزوجية فتجد أن كل طرف يرى نفسه ندا للطرف الآخر والعلاقة الزوجية ليست كذلك هناك مسؤوليات نيطت بالرجل فعليه واجبات يجب أن يؤديها وأداؤه لها إنما هو الامتثال أمر الله عز وجل فهو أحوج ما يكون إلى أداء هذه الواجبات لأنه يبتغي رضا الله عز وجل ويتجنب سخطة وهناك واجبات ومسؤوليات نيطت بالمرأة أمرت أن تؤديها إلى زوجها وعليها أن تؤديها أيضا ابتغاء رضا الله تبارك وتعالى وتجنبا لصخطه سبحانه فليست العلاقة علاقة ندية وليست العلاقة حتى لما قال ربنا تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء قال بما فضل الله بعضهم على بعض فالرجال فضلوا في بعض الوجوه والنساء فضلن في بعض الوجوه لذلك قال بما فضل الله بعضهم على بعض ثم قال وبما أنفقوا من أموالهم هذه القوامة هي واجب على الرجل واجب على الرجل لأن الحياة الأسرية والبيوت لا بد لها ممن يقود دفتها لا بد لها من من يقوم بالتوجيه والرعاية والتدبير وعلى المرأة أن تقبل ذلك هل يعني هذا الاستبداد أبدا ولذلك نجد فيما يتعلق بأمر فطام الرضيع فإن أراد أفصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما مع أنه لا يتصور أن تقوم المرأة بمضارة وليدها يعني قصدا ومع ذلك بفطامه عن الرضاعة ومع ذلك فقد أمر الزوجان بأن يتشاور في هذا الشأن قد يعني نتعرض لاحقا إلى ما يتعلق بالجنايات على سبيل المثال نعم فتجد أن الفقهاء ينصون على أن الوالد أو أحد الوالدين لا يمكن أن يؤاخذ بجنايته على ولده إذا أزهق روحا لأنه لا يتصور أن يكون ذلك إلا خطاء قد يتصور العكس نعم لكن عاطفة الأبوة وعاطفة الأمومة تمنع العدوان على الذرية قد تدفع حالات الغضب والجهل والعماية عن الحق والصواب إلى التعنيف والقسوة والغلظة لكن أن يكون سببا لإزهاق روحي أي أن يفعل ذلك أحد الوالدين بولد فذلك بعيد لا يتصور ولذلك استثنى الفقهاء هذه الصورة من صورة القصاص مع أن القصاص عدالة نعم كما يمكن أن نتعرض له لاحقا ويمكن أن يكون بين زوجين قصاص أيضا خلاف خلاف لعظم أيضا هذه العلاقة لكن الغالب أكثر قول الفقهاء أنه يتصور تعمد القناية على أحد الزوجين من الآخر طيب إذن إن شاء الله ويحصل ذلك حصل ويحصل سنوسع دائرة هذا الموضوع لكن إن شاء الله في لقاءة أخرى لنريد أن نتناول أيضا مجموعة من المحاور الأخرى إنما نذكر برقمنا ثم نخرج بفاصل إن شاء الله 24954611 مرة أخرى 24954611 الآن نبقى مع فاصل قصير ريثما أيضا يمكن لبعضكم أن يتهيئ الاستثارة بعض المواضيع المتعلقة بالعدل بين الزوجين أو طرح استشكالات أخرى حولها إن شاء الله بعد الفاصل لما تبعت من المحبة أحمدا وسألت أهل الذكر ذات بصيرتين عما توارى من هداه وما بدا يا حافظ القلب السليم من الهوى يا مهرجان النور يا حقل النادى ماذا يحب الله تسأل دائما ويجيبك العلماء مرحبا بكم أعزائنا الكرام في حلقة نتحدث فيها عن العدل وأحكامه ومقاصده وتكلمنا قبل الفاصل في موضوع العدل بين الزوجين كنا في الحلقة الماضية تكلمنا عن العدل في التربية والتعليم ولا أنسى نلجو في موضوع آخر إن شاء الله حضرة الشيخ الوطن المفهوم لدينا جميعا أن الوطن شقنة في النفس ولا يمكن للإنسان أن يستغني عنه أبدا ولا يضحي بروحه والموت في سبيله شهادة لا شك لو نقلنا تلك المعاني التي تحدثتم بها في موضوع العلاقة بين الزوجين إلى موضوع الوطن كيف تتحقق العدالة في الوطن فيما يتعلق بالقضايا المغفول عنها غير ما يعرفه الناس والذي تشبعوا من الخطاب فيه حينما يتحدث العلماء عن العدل في حقوق الوطن على النفس نعم فإنهم يذكرون لطيفة خلاصتها أنه لا يسوغ لأحد أن يتنازل عن شيء من حقوق الوطن نعم لا يسوغ له أن يتنقص شبرا من أرضه ولا أن يسلم رقبة من أهله أي من أهل هذا الوطن ولا أن يكون سببا لذلك لمصلحة خاصة يراها نعم لأنه لا يملك هذا الحق أصلا فالعدالة هنا تلزمه أن يكون حريصا على حفظ حوزة الوطن وحفظ حقوق أهله بكل ما يستطيعه من وسائل وأسباب وهو ليس بحسب ما يعني يذكر الفقهاء ليس مخولا للتنازل عن حقوق الوطن أو إسلامي أو أن يسلم رقبة من رقاب أهل الوطن ليس عنده هذا الحق لأن حق الوطن يتعلق به حق الأمة الحاضرة ومن يأتي من الأجيال اللاحقة نعم ولذلك فإن الواجب حينئذ أن يحمي حوزة الوطن وأن يحفظ حقوق الوطن بكل الوسائل هذا يستدعي تربية صحيحة نعم تجعل الحقوق العامة مقدمة على الحقوق الخاصة كيف هذا؟ تجعل المصلحة العامة لأن حقوق الوطن من المصالح الكبرى نعم فإذا فرط المرء في هذه المصالح العليا من أجل مصالحه الشخصية فإن الضرر سيقع عليه وعلى ذريته وعلى أجيال أبناء هذا الوطن من بعده نعم شعر هو بذلك أو لم يشعر ولذلك حينما يتحدثون عن العدالة في حقوق الوطن فإنهم يتحدثون عن هذه الحقوق نعم بل عليه أن يسعى إلى إعزازه وإلى رفع كرامته وإلى إرساء حقوق أهله والذود عنها بما يستطيع نعم غرس هذه المعاني الإيمانية يمكن أن يحول بين الناس لا سيما من ضعاف النفوس وبين المتاجرة بالوطن نعم حينما نتحدث عن التنازل عن شبر من الأرض أو حينما يذكر الفقهاء هذا التعبير فإن هذا لا يتحقق بأن يبيع جزءاً لا يملك حتى يعني يبيع وإنما يمكن أن يكون ذلك بخيانة الأمانات ولذلك فإن معنى العدالة حينئذ يرتبط بالولايات العامة أو ما يعرف اليوم بالمناصب نعم والمسؤوليات التي تتعلق بعموم حقوق الوطن وأهل الوطن نعم بأن يتاجر بمشاريع كأن يتاجر بمشاريع الوطن أو أن يسرب أسرار الدولة أو أن يخون الأمانة التي يحمل أيها هذا سيدنا أبو ذر رضي الله عنه يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ألا تستعملني يا رسول الله فيقول له عليه الصلاة والسلام لا يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة حسرة وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها نعم وأماناتهم فيها نعم فقال إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها بعد أن قرر أنها مسؤولية دينية حين يقف العبد بين يدي ربه تبارك وتعالى نعم ولو ردوه وحينما قال من الأمن أو الخوف هذا يعني حالات السلم وحالات الحرب نعم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم نعم فهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغرس في نفوس أصحابه هذه المعاني تجد أنه يرسل سرية على سبيل المثال نعم يأمرها بالتوجه إلى وجهة معينة حتى إذا بلغت منزلا حدده لها كان قد أمر قائدها أن يفتح ما يعني الوجهة التي يريدهم أن يتوجه إليها ومن هناك يغيرون وجهتهم يعني يقرأ الرسالة يقرأ الرسالة بعد أن يصل إلى منزل معين نعم حتى لا ينكشف شيء مما يريد به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أن يحمي حوزة الوطن طيب فضلت الشيخ الآن هذا هو حق الوطن على هؤلاء هذا بعض حق يعني بعض طبعا هناك حقوق أخرى قلت أعرض لها نحن تحدث أيضا عن الأشياء التي قلتم بأنها تحتاج إلى مزيد من التذكير نعم لكن عندما يقع هؤلاء في مثل هذه المشكلات ويخون وطنهم ويبيعونه بعرضا من الدنيا ويفضلون مصالحهم الخاصة على المصلح العامة وأردنا منكم أن نستنطق الفقه الإسلامي كيف يتعامل الوطن بعدالة مع هؤلاء عندما يقعون في مثل هذه المشكلات هذه تصنف في الفقه الإسلامي على أنها خيانة عظمى نعم والخيانة العظمى هي يعني عند الفقهاء المعاصرين نوع من أنواع الإفساد في الأرض نعم فهي داخلة في حد الحرابة فبحسب الجرم تكون العقوبة ولذلك فالمسألة دينيا ودنيويا نعم وحينما نتحدث عن هذا المعنى ويتصل بحقوق العدالة لأن البعض قد يؤثر لقرابة أو صداقة أو غير ذلك من الأسبوع وهو عين ما حذرنا منه ربنا تبارك وتعالى قال إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهواء أن تضلوا وهناك قال وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ بِشَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوهُ وَأَقْرَبُوا لِلتَّقْوَى طيب سؤال أخير وبعد ذلك ننتقل إلى موضوع آخر وبقيت له دقائق قليلة التربية التي تحدثتم عنها فيما يتعلق بحقوق الوطن والعدالة معه هل هي من نوع التربية الإيمانية أم التربية الوطنية أن هناك طرحان في الموضوع هي تربية إيمانية وطنية ليس هناك انفصال فنحن نتحدث عن وطن تسوده عقيدة إيمان بالله تبارك وتعالى وعن معاني مستلهمة مأخوذة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليس هناك تضاد قد يكون هناك ما نحتاج إليه ضرورة اليوم لتدارك كثير من الأوضاع التي خفيت على الناس بمزيد تذكيرهم بالحقوق الإيمانية أو بالواجبات الإيمانية عليهم فإذا كان قد تقرر بداية أن تحقق الأمن واستتباب الأوضاع للناس وأن يأمنوا على أموالهم وأعراضهم وأنفسهم لا يمكن إلا أن يكون من باب العدالة والقصطاص المستقيم فهذا مبدأ متقرر لا يمكن أن يتنازل عنه إذن حالة الاستتباب الأمن وشيوع السلم في المجتمعات بوابتها الأولى العدالة ثم بعد ذلك حتى حينما تسند إلى فرد من أبناء وطن مسؤولية ما فإن عليه أن يرعى هذه المسؤولية وأن يؤثر المصلحة العليا على أي مصلحة خاصة كانت نعم كما أن عليه أيضا أن يلتزم بحدود العدالة فلا يظلم غيره بدعوى أنه ينتصر لوطنه فالمسألة هنا أيضا لا بد أن تكون واضحة ليس له أيضا أن يعدو على حقوق الآخرين أو أن يتنقص ويظلم ويبغي في الأرض بدعوى أنه يسعى إلى إحقاق مصالحه أو تحقيق مصالح وطنه لا يكون تحقيق مصالح الوطن بظلم الآخرين والعدوان على حقوقه بقي الدقيقة نتحدث فيها عن العدل في الوظائف والعمل أخو محمد الخوالي طبعا في التويتر طرح مجموعة كبيرة جدا من التساؤلات حول الموضوع الأخوة أيضا الذين طرحوا خالد الرواح وغيرهم ومهند وإبراهيم السلطي الآن نتحدث عن الوطن ولكي يحب الإنسان وطنه لا بد أن يشعر أنه آمن فيه على سربه وعلى قوت يومه نتحدث عن العدل في العمل والوظائف بشكل مختصر ولكم الحرية في اختيار ما ترون أن تتحدثوا فيه غضون دقيقة المقصود بالعدالة هنا لما يتعلق بالوظائف وحقوق الموظفين تناولناه من مناسبات شتى لكن ما نريد أن نلفت النظر إليه هو نفس المعاني المتقدمة فلئن كان العامل يطالب بأن يوفى له حقه فإن عليه أن يوفي للناس حقوقهم أيضا أن يؤدي حقوق العمل والوظيفة التي أسندت إليه وأن يجتهد في أدائها مخلصا متقنا محسنا وأن يرعى هذه المسؤولية فلا يصح أن يكيل بمكيالين فإذا كانت الحقوق له أراد أن يكون الكيل وافيا وإذا كانت الحقوق عليه فإنه يطفف في الكيل ولذلك فإن بعض الناس أتي من هذا الباب تجد أنه ينسى ويهمل الحقوق الواجبة عليه وإذا به يلحف في المطالبة بالحقوق التي له هذا ليس من الإنصاف في دوائر العمل أيضا كما أننا رأينا أنه في الأسرة نفسها لا بد أن تراعى العدالة فكذا الحال في دوائر العمل لا يصح أن تكون المكافأة والتقريب والإشادة أن يكون أي من ذلك مبنيا على اعتبارات من الهوى واعتبارات لا علاقة لها بالعدالة والإنصاف بين العمال لا بد أن ترعى حقوق العمال من حيث الفرص المتساوية من حيث المكافأة والعتب والنقد أو العتب والعقوبة فيكون مرد ذلك إلى العمل نفسه لا علاقة للعلاقات الشخصية ولا للصداقات ولا للعدوات ولا للرحم والقرب فيما يتعلق بحقوق العامل فإن هذه الحقوق أيضا لا بد أن تسودها مضلة العدالة فكما يطالب هذا العامل أن يكون منصفا عادلا فيما يقدمه لغيره من خدمات فإن على جهة عمله أيضا أن تراعي له حقوقه وأن تؤديها إليه لا نقول بعدالة فقط بل نقول بإحسان جميل أزاكم الله خير وضحتم معنا الإحسان سابقا شكرا لكم على هذا العطاء هذا الموضوع موضوع كبير ونحتاج جميعا فيه إلى تذكير مستمر إنما الوقت دائما هو الذي هو عادل من معنا بطربيعة الحال ولكن إن شاء الله تعالى في حلقات أخرى نتناول مزيلا من هذا الموضوع يبقى نشكركم فضل الشيخ ونشكر الإخوة المشاهدين على هذه المتابعة ولا شك أنهم يشكرونكم معي فضل الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن بهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة نلقاكم أعزائنا بإذن الله تعالى في حلقة أخرى لتناول الموضوع الجديد إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا من يحب الله أنست الهدى لما اتبعت من المحبة أحمد اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر